قصرalemani, CV-Canadian واحدة من عرص اليميغرأسي إلى كندا من الشيطان نحكيه على هجرة إلى كندا يوجد امر بشميله الوصول الوصول لا يوجد فرمالته ولا تفعله مجددا يمكنك ان يتقول تلك موجوده إذا لم تكن هناك env esse CV موجوده بالفرميلة التي ترموها يوجد أن يشاهده الوصول موجوده لديكم عشرة ملاحظات هوني قادي نشوفه فيهم مهمين برشة رأي السيفي الكنديان يكون في شكل لتر 21.6 26.9 مهوشي في شكل A4 يجب أن تضع لون لأزرق لأحمر لأخضر حتى لون في السيفي الكنديان كان اللون لكحل يجب أن تضع نون دي بلوم متاعك إذا كان عملت الإكيفالانس تضعه باسم الإكيفالانس إذا كان عملت الإكيفالانس تضعه باسم الونيفرسيتي اللي اخذته منه يعني بالاسم اللي اخذته منه لكن إذا كان عندك الإكيفالانس يجب أن تضعه باسم الإكيفالانس اللي عملتها في WS مثلا مع عمرك لا تضع الـ CNP متاعك وهنا فوانكات خيز امبوطان على خاطر اليوتيوبر هو كنز كبير برجة نعود نقول لكن الله غالب في برجة معلومات غالطة يعني مثلا برجة دي فيديو في اليوتيوب يقول لك لازم تضع الـ CNP على كون موسي صحيح أكبر غالطة تعمله إذا كان تضع الـ CNP متاعك في الخبر متاعك في الموديل الكنديا ما مرة نضع الـ CNP لازم نكونوا نعرف الـ CNP لكن نضعه في الـ CV متاعنا مع عمرك لا تضع الـ Test Linguistic مع أنت قدش جبت في الـ TF قدش جبت في الـ TCF حاجة متى مهمش هذي كان طلبوه منك مبعد الـ TF و الـ TCF كندا راهوا مرات مطلوب في الـ مرات مطلوب في الـ Demarch لكن من الـ Societies بصفة عامة يعرفوا الـ Language متاعك كيف يعملو لك مقابلة عمل كيف يلقوا عندك CV انتريسان لذلك يسمعوك ويشوفوا الـ Niveau de Long من الـ 6 مع عمرك ما تضع قدش تستنى سالير وفم الفوتوح حتي تهلكم مرتين على خاطر إذا كانت تضع تصويرتك في CV كندا تأكد راهوا مبشي عايتولك ميحبوش يراو وجهك يحبو فقط يراو الخبرة متاعك وشنو عندك إمكانيات عملية باش تفيد الشركة اللي باش تمشي يتخدم فيها من الـ 8 مع عمرك ما تضع عمرك كيف كيف حاجة متهمه مش برشة باش أخصلكم الموضوع بعد نمره 9 و10 على خاطر نمره 9 يقولك معاونك ما تضع هل أنت معرسة ومعرسة ونمره 10 يقولك ما نحبش نعرف الهوايات متاعك متاع الرسم متاع السينما متاع الكورة ودرشنية شوف سهلة برشة CV كنديان راهو un CV professional يخصك مهم همش ومحبوش يعرفوه ان شاء تكونوا بوان واضحة طوى عندكم الموديل CV كنديان طوى أنا باش نخليهولكم ان شاء الله تحت الفيديو في صندوق الوصف في شكل وورد ما هوش في شكل PDF يعني جوش تاخذوا CV وتبدلوا بينسون اذا كانت تومات كل واحد يحط الخدمة متاعه وباش نوريكم كيفاش تحطوا الهتاش باش نسهلوكم بمور برج بالفوق هاكم قاعدين تراو نستعمل الاسم ايميل بن صالح كالعادة هنا نمرو التليفون متاعه هناش جيميل ايميل بن صالح ايميل.بن صالح ايميل.كم ايميل تخيب خوفيسيونيل ماهوش ايميل 22 ماهوش ايميل 24 ماهوش ايميل جمعية متعكورة لازم يكون ايميل بلوتو بروفيسيونيل ماهوش مقيتش ايميل بروفيسيونيل خدر اسم ايميل بن صالح مستعمل برشا نجم نلقى hotmail.com نجم نلقى في الاوتلوك نجم نلقى نلقى حل المهم تحطليش نوامر في اليمان متاعك لازم ايميل بروفيسيونيل هناك الكونت لينكيدين انت ايميل بن صالح ومبعد يحط الادرس متاعه هذي يتابعوا الموديل كيف ماهو وبعد هنا يحط المهنة اللي هو بشي يبعف عليها يعني مثلا السيفي الكندين موالك ما تاخذوا كيف ما هو تقعى تبعف فيها على بعض ايميل ويسار ليه انتو والمهنة اللي بش تستهدفها دونك البراغراف اللون هو المهنة اللي انتو بش تحب يعني تقدم عليها بانسور الجملة دي باللحمر بش فاسخوة ملاحظة لكم انتوما دونك انا وسانيه ويحط شنوه نجم نعمل دونك البراغراف دي بريزنتاسيون يعني بتعرف بروحك وشنوه الامكانيات متاعك وشنوه تنجم تعمل وهذا يسهل لكم امورك باش الشركة تتصل بيك وبعد تتعادل الاكسبرينسة البروفيسيونيل واللي هي اهم نقطة في السيفي الكندين تحط لتاش اللي عملتهم الفقر اللي هي انسانيان او نيفو سيغاندير هو هذي الشخص اليه وممتان كين انسانيان وخدم اجانده دونك دونك هنا يحطي الاتاج متاع الانسانيان متاع الانسانيان نجم و تقولوا لي بربع كيفش نلقى الانسانيان هذا الانسانيان ترجو ل هنا دونك ترجو للCMP متاع الانسانيان واردكم كيفش تقاوه منك امتانكم الى معارش يلقى الCMP واللي حاجتو بي يرجع الفيديو كيفش تقل الانسانيان كيفش تقل الانسانيان على خادر ستخز important ومربوط بركة بالسيفي دونك الفonction principal متاع الانسانيان يهزهم كيف ما هو ويعملهم كوبي ويعملهم كولي ولازم 50% من الليتاش يحققهم لكي يقول الـ CMP هذا ينتبق عليه أكثر من 50% وإذا كان يحبه بالحق ينتبق عليه 100% أكثر من 75% بيانسور ما يجبكش تعمل تحط كل الليتاش هذا وما يجبك زياد حاجات من عندك خطر يوما يعرفوا اللي هذا موجود في الانسيت أوفيسيال كناديا حاجة أخرى نحب أن أكد عليها شوفوا ترجوها للسيفي رأيوا أنانسانيان دفوا دانجلي مثلا ينجم يكون خدمة ريسيبسيان دوتيل هاكم قاعدين تشوفوا أجاند أكيو يدو ريسيبسيان في أوتيل المورادي في توزر في تونس وممطان من الفوق خادم في إيكول سيغاندير هادي شيكر الشرار دا قروين تونيزي دانك الشخص هذا خادم أنسانيان وممطان خدم مقبل أناجاند أكيو يدو ريسيبسيان لكن هو هنا بش يبعث تواسيفي متاعه بش يلقى خدمة كأنسانيان إن شاء الله تكون الأمور واضحة إذا كان يحب يلقى خدمة مثلا بش يبعث على ريسيبسيان دوتيل توالي البراغراف الأولى نحكيه على ريسيبسيان دوتيل إن شاء الله تكون الأمور واضح وكيف نقول لكم لا تخافوش الموديل بش نخليه لكم في فشيه وورد تجمو تبادلوا بعدي هنا يحط تنو قراء الونيفرسيتي دوسوس تونيزي يقول لك ريكونوا من الوز هنا إذا كانت توم معملتوش الإيكيفالانس متاعكم لذلك لا تضعوه فقط تضعو اسم الديبلوم متاعكم بربي جملة هذية تنحيوها إذا كانت معملتوش الإيكيفالانس متاعكم لسانسة الانغة انجليز كيف كيف تتنحى تكنيسيان سوبرير اونو تاليوغي إذا كانت معملتوش الوز كيف كيف الجملة هذية تتنحى انسيونات دوتوليغية دوتوريزم سيدة دريف تونيزي هنا يحط لانغة فرنسية وانغة عربة تلاحظوا لحد تسيف لحد تيف لحد شيء ثم يقولك سور دماند هناك الفيشي بالانغة كيف كيف فشي متاع الفيشي الفيشي متاع الفيشي الفيشي متاع الفيشي عمل البراغراف من اللول باش يعرف بروحه ومن بعد تجي الخدمة وليتاش نعود ونرجع الى هنا ونطول مثلا ناخده مثال 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 زياد قاعد يعمل في فورميسيان تابع إحاطة بالأشخاص في الديار مثال يشد الصغار الوتيزم يشد في الناس الكبار السن وكل شيء ينجم يكون مثال واخدم بريود عام وعامين ليه بشخص كبير في السن ولا ليه ببوتيزم يولي عنده نسي ان بي 4412 اللي هو ايد فاميليو غيزيدان اي برسونيل اسيميلي هذي من بعد يمشي الليتاش هنا وياخدهم الليتاش كيف ما هو كيف ما هما ويحطهم في السيفين متاعه ومثالا في الخدمة هذي عنده شانس بشيقة خدمة في كندا واذا كان يحب بالانجليه يرجع من الفوق يلقى يحط انجليش وتتبدل وليه الليتاش الكل بالانجليه قاعدين تشوفوا هنا يولي الليتاش بالانجليه ويهزهم كيف ما هما ويحطهم في السيفين متاعه وبيان سيور نعاود مقول ناكد لازمكم تبدلوا في السيفين متاعه في الليتاش ما تحطوهمش كيف ما هما على خاطر يعرفوهم موجودين في موقع رسمي كندي البوان الثاني وهو مهم برشة نحب نذكر به اللي هو السيفين لازم يكونش فيه غلاط بالورتوغراف على خاطر انك تبعت السيفين فيه غلاط بالانجليه والفخانسيه اكيد عندكم في المعارف متاعكم اساذة لغة فرنسية ولا لغة انجليزية ولا ولا تحومتكم متخرجين وميختموش تجم تهزلوا السيفين متاعك ولا تقعد معه ثلاثة اربع ايام خاطر نعفش قاد نقول ان سيفين يتحضر في ثلاثة او اربع ايام ماهوش متاع ساعة و ساعة و نص خاطر اذا عملتوا في ساعة و نص ساعة و نص روه السيفين متاع تبالفيت و متاع تخلوذ تقعد معه و يسلح لك السيفين متاعه تنفعه و تعطيه مكتب من ربي و انت زاده تنبشي فرحاني و انت زاده تنبشي فرحاني و انت لديك ان سيفين لكن فما انبواء نحاود نأكد عليه زاده روه السيفين ليس بش تبعت عليه للي خدمة الكل ديما مربوط بالخدمة اللي بش تبعت عليها كل مرة بش يبدأ يتبدل شوية حسب المهنة اللي بش تبعت عليها هنا يحط لك اللي بش تبعت اللغة الانجليزية كيف ما قلتلكم ترجعوا للسيد تلقاه وتبدله اللي بش تبعت اللي بش تبعت و بعد يحط لكم ماذا نقرأ هذا كل مواضح الشخص قرأ لغة انجليزية على باز و نخدم زاده في الانجليزية و نقول روه السي ام بي هو مربوط بالخدمة ما هوش مربوط بالقراية شو معانتها؟ ما عند انتي تكون أستاذ اللغة انجليزية و اخدمت شد صغير أوتيس نرجع الانجليزية يولي يولي 4412 يعني مهوشي تاع 4032 لكن معمرنا ما نحطوه في انسي في كناديا نتصور الموديل هذي بش يعاونكم برشا خاطر تنجموا تبدلوا بعض الانجليزية تحاولوا بش يكون انسي في بخوفيسيونيل تسكي بخسونيل ما تحطوشي لتاش تلقاوهم في السيد اللي و حاتيته لكم اللي ريتوه الكل تاو في الفيديو قدامكم باش تلقاوه في الانجليزية تحت الفيديو في صندوق الوصف قولكم ربي و وفقكم من نسية كل ربي سهل لكم اموركم ان شاء الله نتمنى لكم برشا برشا خير سلام اشتركوا في القناة